لبيسي كيس لقعدة الحمام قبل ما تعهدي وإحمي بيتك وولادك باختراع فوضيع ياريتني عرفتها من زمان ولا كان جرى اللي جرالي حابا يبقى بالفيديو ده فيه كذا فكرة ان شاء الله تستفادي بكل الافكار اللي معايا النهاردة بس ما تنسيش تصلى على رسول الله في الكومنتات وكمان قوليه اللي بتتبعيني من اي دول هنبدأ نقول اول فكرة معايا لو الكاتل بتاعك بقى مصفر زي ما انت شايفة كده وتعبتي بقى مدعك لا النهاردة هقولك بطرقية حلوة قوي من غير اي دعك كل اللي انا هعمله هجيب اربع حبات من الكاركري او الكاركا دي وهضيف عليه نطرة بسيطة قوي من البيكاربوناتو او بيكنج بودر الموجود عندك وهنزل بقى بكوبايتين ميا ولمونة نص لمونة هقطحها كده ويسيبه بقى يغليه غلوتين كده اول ما يغليه خلاص هفصله وهاخد الميا دي وهدلقها بصوا كل اللي انا عملته ندلقت الميا وشطفته يا جماعة بصوا السلستين بتاعه بقى بيبرق ازاي زي ما انت شايفين بجد تحفة لازم تجربوه طيب لو عندك بقى البتاع دي البتاع دي يا جماعة هي بتعصر التوم بتنزل التوم مهروس لا بصوا انا استفدت بها بحاجة تانية عشان انا ما عنديش عصارة بصوا بعصر بها اللمون بينزل اللمون بصوا شايفين بينزل اللمون بالعصر لان انا ما بقدرش عصر عشان ايه دي تعبانة فبجد الفكرة دي حلوة جدا جدا لو عندك دي وما عندكش عصارة استخدميها لكده لو المبشورة بتاعتك بردت هاتي كتعة اليمونيا وادعاك كده في المبشورة هتخلي المبشورة حمية مولعة اعمليها ان شاء الله هتعجبك وانخدي بالك وانت بتعملي كده عشان ما تتعوري انا يا جماعة من الناس اللي ما بعرفش افتح الازازة فلو عندك المقص ده تقدر تفتحي بيه الازازة بكل سهولة الفكرة بقى معي ديت حلوة جدا جدا عندك بقى اكياس من الاكياس دي احنا عارفين انها بتبقى هدل للدراج لا حاولي كانت رائعة حلوة قوي هتجيبيها والطبقاء بالشكل ده ودخليها جوا كيس تاني وهنجيب ولاعة وابدأ بس ان انا اقفل الكيس عليها بالشكل ده من غير ما اسخن السكينة ولا اسخن اي حاجة بصوا اهو اتقفلت عليها كويس جدا هاقص الزيادات دي بالشكل ده بالمقاص وحفتح فتحة صغيرة جدا في النص كده وابدأ بقى اسحب المناديل بتاعتي هتطلع معي بكل سهولة ما تنسيش تشجعني بلايك وكومنت حلوة تعالوا يلا بسرعة بقى نقول فكرة الاساسية بتاعتنا اللي هي ان احنا نحط كيس على قعدة الحمام قبل ما نستخدم الحمام ازاي بقى وليه بعمل كده بعمل كده يا جماعة لان بجد بجد انا من الناس اللي اتقذت من الموضوع ده وان شاء الله بازني لا تستفادي بالطريقة اللي انا هقولك عليها النهاردة دي يا جماعة بجد مهمة جدا جدا لازم تحطي كيس على قعدة الحمام قبل الاستخدام ليه بعمل كده هتعالا اقول لكم بقى يلا بسرعة كل انا محتاجاه هحتاج معايا كيس زي ما انتو شايفين كده هبدأ بس اقص ناحية من الكيس بس خلي الودان زي ما هي موجودة قص الكيس بالشكل اللي انت شايفها ده ببدأ افتح الجناب كده وبفتحه من تحت كمان انا هاخد ناحية واحدة بس من الكيس بس هاخدها بالودان زي ما هي مقفولة كده وهقولك ليه دلوقت دي القطعة بتاعت الكيس اللي انا محتاجاها هفتحها بقى تلات ترباحها كده وهسيبها متوصلة من من حتة واحدة صغيرة كده من نص يلا بينا بقى على قعدة الحمام وقولك هعمل ليه كده وبعملها ليه وايه الفايدة من كده كلنا بنخرج وبيبقى معنا ولادنا وممكن ندخل الحمام في اي مكان وعايز اقولكم ان ملايين من الناس بتقعد على القعدة ديت فعشان تحمي ولادك وتحمي نفسك لازم تاخدي معاك كيس وتحطيه بالطريقة دي وبعد ما تستخدميه هتشيل الكيس وترميه في الباسكت يارب تكونوا استفدتم متنسوش تحطيه رايك وشجعوني بكومنت حلو بايبار